بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا مسلم بن عقيل عليه السلام يقول آية الله السيد أحمد الكربلائي ما دعوت بهذا الدعاء في يوم عرفة إلا وتيسرت جميع أموري المتضايقة وقضى الله سبحانه وتعالى لي كل حاجة لأنه دعاء صاحب الزمان سلام الله عليه إذا أراد أن يقضي حاجة له من حوائجه المهمة والذي يبدأ بهذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم أنت الله الذي لا إله إلا أنت مبدئ الخلق ومعيدهم وأنت الله الذي لا إله إلا أنت مدبر الأمور وباعث من في القبور وأنت الله الذي لا إله إلا أنت القابض الباصط وأنت الله الذي لا إله إلا أنت وارث الأرض ومن عليها أسألك بإسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك بحق محمد وآل محمد وأن تقضي لي حاجتي الساعة الساعة يا سيداه يا مولاه يا غياثاه أسألك بكل إسم سميت به نفسك أو استهثرت به في علم الغيب عندك أن تصل على محمد وآل محمد وأن تعجل خلاصنا من هذه الشدة يا مقلب القلوب والأبصار يا سميع الدعاء إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين وإن شاء الله الدعاء سنضعه لكم في صندوق الوصفة وفي خدمتكم إن شاء الله برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام لا تنسون من فاضلي دعواتكم ترجمة نانسي قنقر